بطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي لبرج برج مختار بالنحية العسكرية السادسة كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ظهر أمس الـ 26 سبتمبر 2017 ملجأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقية قاذفة قنابل بندقية بمنظار خمس مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، ست بنادق نصف ألية من نوع سيمينوف، ثلاثة بنادق تكرارية، أربعة قنابلة يدوية هجومية بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات العملية النوعية مكنت أيضا من ضبط 141 كيلوغراما من الكيف المعالج وأزيد من 10 ألاف قرص وهلوس